بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وزونا العمل الصالح فيما علمتنا وباركنا فيه يا رب العالمين فقولوا آمين حياكم الله و بياكم في هذه الحلقة في هذه الأمسية من برنامجكم مجالس من نور كعدتنا في برنامجنا عودناكم أن نطلح قضايا ومواضيع وأمور تفيد وتهم المشاهد والمجتمع وتثري المفاهيم للإنسان حتى يقدم و يطور من ذاته و حياته لذلك في هذه الحلقة اسمح لي أن أرحب بضيفي الغالي الأستاذ محمد عفيف القرفان مؤسس برنامج المدرب المايسر حياك الله أستاذنا حياك رضي عليك صحة و العافية أنا استمتع صراحة كل ضيوفنا فيهم خير بركة وماشاء الله كل ضيف يبدع عن الآخر بطرح و معلومات و إضافات لكن تحديدا أنا استمتع جدا لما أكون وياك في حلقة أشعر في نوع من الدويتو يصير في الحوار أستاذنا اخترت موضوع صراحة مهم ولعلنا نحن وائد تكلم فيه في تدريباتنا في لقاءاتنا عنوانهم جدا قيم وهو فهم دوافع الناس وكيف أني ألتمس أعذارهم اليوم نحن يعني كثير من الناس يتخل به صراعات تتخل به خلافات انسى بناها شرعيا سوء الظن اللي قاعد تصير أو سوء التأويل سوء التأويل نسميها يعني نصنع قصة معينة في ذهننا نقيم أفعال جدامنا بحكم التصور نحن نظنه أو نظن نحن قرينا صح ما بين سطور وضع صراحة شاءك ضروري صحيح للمشاهدين عشان تمشي سفينة الحياة بأمان لكن نتسمح لك عادة نطلع بفاصل سريع اكتمرنا حيلا ونواصل بإبن الله فاصل سريع ونواصل فابقوا معنا وإن زينوه بتوفيق ربي ما ضرني وإيماننا فوق كل الجراح نسير به في طريق الفلاح رباط يسود سماء القلوب بلين ورفق وخفضي جناح نسير إلى الله نرجو السداد ونطمع مرضات رب العباد نسير إلى الله نرجو السداد ونطمع حياكم الله من جديد ونكمل معكم حلقتنا في هذه الأمسية وهذه الليلة من برنامجكم مجالس من نور مع ضيفنا الغالي أستاذ محمد عفيف القرفان مؤسس برنامج المدرب المايسرو الله فعلا مدربين المايسرو يطلقهم أي والله الله بارك يا رب كنا نتكلم عن فهم دوافع الناس والتي ما استعذارهم شون تقصد فيها أستاذ غالي لننطلق من القاعدة الأساسية وهي مقالة سيدنا علي التمس لأخيك سبعين عذرا وإن لم تجد فقل لعل له عذرا الله أكبر هذا المرحلة المتقدمة يعني هذا أسمى ما يمكن أن يصل لها الإنسان وتصالح سهل جدا علي أن يتصالح مع الآخرين ويفهمهم جيدا خطير دعنا نسميها يتفهمهم جيدا ففهم الآخرين وما نستطيع أن ننسلخ من واقعنا لا بد أن التعامل مع هذا الواقع مع الناس من حولنا أي كانوا هؤلاء الناس فالتعامل معهم هو تدافع تدري أتدافع تدافع البشر لو لا دفعوا الله الناس بعضهم الله أكبر تدافع البشر مهم جدا هذا تدافع بيصير فيه مواقف و بتحصل فيها أحداث علينا أن نفهمها جيدا و أن لا نسيء التأويل و لا نسيء الظن فنحسن الظن و نحسن التأويل بعد أن نتفهم الدوافع و هذا مهم جدا يعني نحن لماذا ربما بسائل يسأل لماذا نريد أن نفهم دوافع البشر فهم دوافع البشر لكي نجد لهم الأعذار المناسبة إذا قاموا بأشياء لا تروقوا لنا نعم عشان ما أضايق أنا من فعله أزعل و أزعل الآخرين مني و ما سفيد شيء و ما سفيد شيء عند اليوم نحن أدايا بيقول أحبابي الكلمة التي تقولها تحوك بقلبك هاي تحوك داخل قلبك صحيح موقف معين صارت في كلمة ترقع بقلبك لو قلتها بترتاح بلحظتها وبعدين تندم يريتني ما قلتها و يليت ما إذا تظن أن تفعله قدامك ايه صحيح لقد كنت قدامك أعطيك أن تفعل أسوأ بما ظننت صحيح يوم تعتقد كلمة أكبر ليومين نوصل هذا هو الأصل أن الناس قال أحدهم مرة تمنيته لو رقبتي رقبت بعير الله لكي الكلمة ما توصل أقولها ما يبيها توصل لا ما يبيها توصل الله كبر أخذت حقها من التفكير فما تخرج و أندموا عليها فيما بعد ففهم الدوافع فهم دوافع الناس و التماس الأعذار لهم هذا أسمى سلوك ممكن أن يقوم به الإنسان أسمى خلق ممكن أن يقوم به الإنسان لأننا انطلقنا من مقالة سيدنا علي في هذا الشأن كرم الله وجهه أن الأصل في العلاقة مع الآخر أن لا نسيء الظن فيها إن بعض الظني إثم الفهم هذا الفهم عاد نبدأ نسوله في موضوع الفهم فهم الدوافع لا بد أن يبنى بشكل صحيح سليم خالي من الأهواء الشخصية رغبات النفس يعني نفهم تفشغلك عقالة أيوة و نفهم بشكل محايد و بشكل موضوعي و أجمل ما يمكن أن تقدم لأخيك الإنسان أن تكون موضوعيا في حكمك عليه و هذا مهم جدا في حياتنا أنا دائما أسمع كلمة كن موضوعي في الطرح أو في الفهم أو في التفسير التأول رحيح أنا دائما أحب أبسط العبارات عادة أشعر أن أقرب المشاهد المعنى شن يعني موضوعيا الموضوعية تعني الحيادية هذا تنظر للمسألة بنظرة حيادية دون تحيز مجرد أيوة مجرد إذا تحيزت رح يصيبك من هوى النفس شيء إذا تحيزت رح يصيبك من هوى التعصب شيء إذا تحيزت ربما يصيبك من هوى التيارية و الفئوية شيء احرص من ذلك لأنه مشكلة التعصب كارثة كارثة على المجتمعات المجتمعات نحميها بالتعايش الحماية حماية المجتمع بالتعايش وهو أصل التعايش أن أفهم الآخر جيداً وقدر فهمه وقدر حتى مهما اختلفته معه سبحانه أنا يعني في السراحة فيه كان محبر مهم ودي ندخل فيه سيد الغالب إن شاء الله بس فيه سؤال يعني أو فيه لفته مهمة بحكم تجاربنا خصوصاً مع المخالف يعني أنت بنتعامل مع المؤيد لك أو الموافق لك ما صارش جديد يعني ما صارش أي تحدي في الفكرة أو في الطرح أو في اللغة لكن اليوم لو تعامل مع المخالف فيه خروج عن صندوق صحة العبارة عن ما أنتعتت عليه لاحظ أمر مهم اللي يشعر بالغضب أثناء حواره مع المخالف يشعر بأنه يقول كلمات نوعاً ما جارحة حسناً لديه انحياز انحاز 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 ويجعله انحاز يتقل هذا الطريق صلح لي ياها أستاذ الغالي أنه يفتقد إلى الحج والمعلومة ممكن هذا أحد الأسباب أنا مؤمن صح بالفكرة لكن ردودي أو دفاعي عنها أو تعاطي معها مو كامل الصورة عندي فلما يأتي لغة مخالفة لي سواء كانت لغة اعتقادية أو لغة عبادية أو لغة تعاملية أو مالية أو قيادية أو أي إن كانت لغة المخالفة لثوبي أي إن كانت بالثوب أزياء اليوم تتربس اليوم بدلة أنا لابس اليوم الثوب الكويتي لأن أنا مو قادر أجاوب على فكرة المخالفة البدلة هذه الموجودة فتجدي أهجم عليها صحيح قوة تهجم أفهم الإنسان عدو ما يجهل الله أكبر إذا حاولنا نرى كل شيء من هذا المنظور سنصيب أخطاء كثيرة جدا سنقع في كوارث كثيرة جدا الأصل في التعامل مع الآخر خصوصا المخالف اللي سألتني عنه التعامل مع المخالف الأصل أن أتفهم دوافعه الله أكبر هو عنوان حلقتنا اليوم تفهم الدوافع خطيرة هذه إذا تفهمت دوافعه سأفهم أشياء كثيرة والأصل في ذلك أنك لا تواجه أنت الآخر المختلف معك بإنحيازية معينة قلناها سابقا علي أن أواجهه بالتوافقية أفضل الناس أريح الناس بالا أهدى الناس بالا هو الذي يتعامل مع الآخرين بمنطقية بموضوعية بحيادية دون تحيز كل ما أنحزت كل ما اتطرفت وكل ما تعصبت و لكن تتطرفت تعصب دخلنا في النفق المظلم الذي لن نستطيع كلنا الخروج منه عجيب عجيب أنا من يومين كانت يتصال مع أحد يدربهم صحة العبارة يدربهم عندي فكنت أسألهم سؤال و يجاوبوني بما هو يظنون أنه سؤالي فدائما أنا اللي يدربهم و أقول لهم بعد ما انتهي إجابتك كاملة أحيي على إجابتك و أقول لي معلش أنا سألتك كذا و كذا و ألا كذا و كذا فهيستغرب أقول لي هل السؤالين متشابهين أنا في اختلاف أقول لي في اختلاف أقول لي أنا شلو سؤالي و أنت جاوبت على أي سؤال نعم و هو تدريب صحيح التكنيك تدريبي أسحبك على جزئية حتى الآن أفهم من جدامي هل من احتياجات مهمة معينة احتاجها للشخص الجدامي أو اللي أتعامل معاه إيه هي بتساعده أو تساعدني على تفاهم الدوافع الموجودة خلها تساعدني أحلى لأنه الآن هو عنده دوافع أحسنت حتى نفهم الدوافع لنرجع لمدرسة مازلو أبرهام مازلو في مدرسته عمل حاجات خمسة خطير الحاجات الخمسة سنسميها و بعدين صاروا ستة سبعة ثمانية لكن نفس الهرم نفس الهرم هرم ماسلو الشهير خطير الموتيفز أو الموتيفيشن الموتيفيشن يعني سميما شئة بيرامد هو هرم الحاجات سنسميها أفضل والنيدز بيرامد الآن هرم الحاجات مكونا من خمسة نبدأ بالحاجات الأولى وسماها الحاجات الأساسية خطير الحاجات الأساسية الحاجات التي تبقيني على قيد الحياة أكل شرب لبس ملجأ بيت يؤويني هذه أشياء تبقيني على قيد الحياة إذن هي تسمى الحاجات الأساسية أما الحاجات الأساسية فكما يعني شرحها مازلو هي الأشياء التي تحافظ على بقائي لهذا سميت حاجات البقاء سميت لحاجات البقاء وهذه وهي دوافع كيف يعني تكون دوافع دوافع أعطشت أبروح أشرب صح؟ حلو جعت أبروحاكل استبرت لازم أدفع يعني أشياء أساسية تهم الإنسان شيء جرّك لشيء شيء يدفعك لشيء إذن هناك حاجة دفعتني لأقوم بسلوك ما أليس كذلك؟ هكذا يعني صنف مازلو إذن هذه الحاجة ستدفعني الآن كيفية أو الأسلوب الذهاب هنا القضية هنا القضية الحاجة أشوف علي النعيمي الوزير البترول السعودي الشهير يعني بقي في الوزارة لفترة طويلة بدأ في وزارة البترول مراسل مراسل يعني في هذا الحر يعني تدري لما يذهب ويجي ويذهب ويأتي ويذهب ويأتي في أحد الأيام هذه قصة هو رواها أحد الأيام عادة من يعني من مشوار من طلعات من طلعات عطشان الآن الدافع الماء هو العطش الماء يبي يبي ما فراح لأقرب برادة هي برادة المهندسين راح لأقرب برادة بيشرب فنهاره مهندسون يعني أجنبي غربي يعني أقصد فنهاره مهندسون أنه هذه برادة المهندسين أنت شكوا يعني مو برادتك يعني الآن الحاجة عنده شنو؟ حاجة الشرب حاجة أساسية ما في كلام الآن إذن السلوك اللي قام فيه علي النعيمي في هذا الشأن سلوك بشري فطري كل الناس يقومون به مرورات فنهاره طبعا المهندس الإنجليزي وطبعا القصة طويلة نريد أن أسردها بكامل تفاصيلها تلك القصة يقول علي النعيمي أنها هي التي جعلت منه وزيرا للنفط لأنه قرر بناء عليها أنه سيشرب من البرادة هذه عشان يشرب من البرادة هذه لازم يصير مهندس عشان يصير مهندس لازم يدرس عشان يقول تشوف الدوافع سلسلة سلسلة من الدوافع وأظن أن علي النعيمي في هذه القصة في هذه الرواية التي هو رواها أظنه غطى الحاجات الخمسة خطير والمشاهدين سوف يربطون بعد قليل الحديث كي بدأنا في حاجات البقاء حاجة للشرب عشان راجع من مشوار في هذا الحر وعشان ماذا سيفعل سيذهب لأقرب برادة ليشرب بصرف النظر عن سلوك المهندس الثاني اللي كيف نهره الآن هذا عملية النهر هذه جعلت منه يدفع باتجاه الحاجات الخمسة كلهم وقد حققها كلها بالمناسبة وسنأتي عليها تباعا الآن بعد قليل إذن ربما إذا استوقفنا هكذا يعني بشكل بسيط جدا نحن الآن سلوكياتنا في التعبير عن الدوافع تختلف طبعا ولكن الدوافع الأساسية ما في عليها شرحة ما نلوم الآخر كيف يفعل واحد جائع ماذا سيفعل يعني ينتوقع منه كل شيء واحد عطشان ماذا سيفعل توقع منه كل شيء الآن هو دافع العطش خلا يروح على أقرب برادة ما يدري شنها مالة المهندسين ولا عندها فكرة أنه كذا سنسر بشري في دافع فطري قاده إلى تلك البرادة خطير طبعا فيما بعد يقول في مذكراته ربما أو في كتاباته شكر هذا المهندس بعد لما صار وزير أو صار لا صار كبير المهندسين أعتقد صار كبير المهندسين عليه على المهندس نفسه اللي حين موجود فنادا وشكرا وكذا أنت صانع أنت ولدت عندي هذا الدافع أصير أنا كبير للمهندسين طبعا صحة العبارة لا نأيت فعل المهندس لا لا طبعا إلا أننا نستشاهد من القصة كيف تعامل هذا الوزير مع هذا الموقف تمام هو الحقيقة ما أدري إذا نعكس هذا الأمر بعد كل شوية رح نأخذ قصة الوزير يعني رح نغير بالتكنيك الحلقة شوية سبحانه نأخذ قصة الوزير شوية رح أخذ زاوية خطيئة لكن مبدئيا حاجات البقاء هي حاجات فطرية تدفع الإنسان لسلوك ما خطأ صح هذا موضوع آخر ولكن تدفعني لهذا السلوك سبحانه الله أذكرني في موضوع الضرورات تبيح المحبورات فإن شاء الله ننتقل فيها يعني مرحلة مرحلة في موضوع احتياجات ولكن تسمح أن يطلع بفاصل سريع ونواصل نستكمل بقية حاجات الإنسان من ضمن هرم ماصر بإذن الله فاصل سريع ونواصل تبقوا معنا وإن زينوه بتوفيق ربي ما ضرني وإيماننا فوق كل الجراح نسير به في طريق الفلاح رباط يسود سماء القلوب بلين ورفق وخفض جناح نسير إلى الله نرجو السداد ونطمع مرضات رب العباد نسير إلى الله نرجو السداد ونطمع مرضات رب العباد حياكم الله من جديد ونكمل معكم حلقتنا في هذه الأمسية و هذه الليلة برنامجكم مجالس من نور كنا نتكلم عن دوافع الإنسان وإحتياجاته كيف أن الإنسان يحتاج أن يفهم ما هو دافعه وإحتياجه حتى يحسن التصرف ويحقق المراد كنا نتكلم مع أستاذنا الغالي محمد عفيف القرفان عن هرم ماسلو بدأنا في فكرة حاجة البقاء حاجات البقاء الحطش الجوع الشرب الأكل زين بعد ما أتكلم عن حاجة البقاء وسأشهدني بقصة الوزير النفط السعودي المشهور والموقف اللي صار له مع المهندس طيب هذا حاجة العطش دافعته إلى ذهاب لشرب الماء على برادة ومبرادته متابعهم زين شون حاجة لتأتيبا بعد حاجة البقاء قبل نروع حاجة البقاء خلنا أقول لك ماذا كان يجب على المهندس أن يفعل حلو أن يتفهم هذا الدافع خطير وما ينهر عليه الآن اللي حصل أنه موضوع نهر عليه كان سببا أنه قد صعد بالمناسبة لكن هاي قضية أخرى لكن نحن نفهم هذا إذا إذا فهمت دافع هذا الرجل خلاص الرجل يتبول في المسجد هذه حاجة فطرية حاجة دعم لما هاجم الصحابة على ذلك الرجل لأنه يقوم بفعل غير سوي غير صحيح النبي ماذا كان موقفه دعوه اتركوه سبحان الله التفهم تفهم الدافع تخيل لأنه يقول في المسجد المسألة يعني ما فيها غشبرة سبحان الله ما فيها مزاح ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو 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 الأس والحسن هو سيد المعلمين لهذا قال تركوه هو يقوم بفعل شنيع هو في المسجد تفهم الدافع الفطري سبحان الله شوف تفهم الدافع الفطري إذا أتقناه والله أشياء كثيرة ستحل في حياتنا أعتقد حتى من الشواهدها حاجة الشاب الذي دخل عليه السلام وقال يا رسول الله تبع الزنة نعم نعم قام الصحابة على الأكل رسولهم تتفهم الدوافع وبدأ يأخذه درجة ترضاه اليوم وكترده خطير إذن هي إذن هي المسألة في تفاهم الدوافع الفطرية لأنها الحاجات البقاء لا بد من تفهمها أي شخص لا يتفهم هذه الحاجات في لديه مشكلة سبحان الله تمام ما أحبت أن أذهب الحاجة الثانية حتى نغطي الحاجة الأولى وأظن مني فيها ترك خطيب جدا أستاذ الغالي إذا أنا ما استطعت تفهم دوافع الأساسية الفطرية الفطرية الأساسية البقاء الشخص الذي يكلمني وأنا يعني الحمد لله الوزير كان حكيم في تصرف وإستغل هذه الفرصة يدافع أعظم من ذلك نتيجة أعظم لكن قد كنا يدامي لا يتصرف معي نعم المشاهدة تحضر قد يقتلني وارد جدا أن يحصل خلاف الآن وشجار بين المندوب أو الواسل والمهندس خنسميهم هكذا وارد جدا أن تحصل هذه المشاهدة وارد أن تصل إلى مشاجرة وواصل أن تصل إلى مد في الأيدي ووارد أن تصل إلى المخفر وتصل 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 وارد جدا صحيح الآن المواقف تمشي ولكن علينا أن نتفهم تلك الدواع سبحان الله هذا أمننا الحين خط الأول اللي هي الحاجات البقاء متعلقة بفطة الإنسان يليها بعد ذلك ثم يبحث الإنسان عن حاجة أخرى اسمها حاجات الأمن والأمان أجيب حاجات الأمن والأمان هي كل ما يجعلني آمن كل ما يجعلني آمن جسديا ونفسيا الشعور بالأمن الجسدي والنفسي الشعور بالأمن الجسدي والنفسي حاجة تأتي بعد حاجات البقاء مباشرة وهي ضرورة وعلينا أن نتقن يعني تعامل معاها وهي أيضا مهمة يعني لا أستطيع أن استثني هذه الحاجة لأن حاجة الأمن والأمان الناس يحتاجونها في حياتهم اليومية وتبدأ من حاجات تأمين الذات أن أكون في مجتمع آمن غير معرض المخاطر والحروب غيرها ثم ننتهي إلى أن أكون مؤمن ما عندي يعني تخيل الشخص يعيش في إحدى أزقة المدن الكبرى يعني المعروفة تلك اللي فيها الوصوص وكذا هو لا يشعر بالأمان نعم تمام أيضا إذا كان الشخص 20-20 ساعة فهاجز الحاجز هذا دائما أنت خائي دائما أنت في تفكير عنده هذا الخوف فحاجات الأمن والأمان ضرورة وعلينا أن نتفهمها أيضا لهذا السبب نحن الآن إذا أردت أن تسألني ما هي الرسالة في هذا الشأن أقول لك إذا رأيت خائفا طمئنهو أول شيء أول شيء أول شيء طمئنهو لأن الإشكالية أين الإشكالية هو خائف الآن أي شيء سيزيد هذا التوجس سيرفع من درجة الشعور الخوف فتصبح دوافع فيها خطورة سبحانك ربي إذن نحن لا بد من تلبية هذه الحاجة تلبية حاجة الأمن والأمان هي أن أكون في مجتمع آمن في أسرة آمنة في بلد آمنة أشعر أنني مؤمن جسديا ونفسيا لهذا السبب في الأساسات الغربية الإنسانية هذه هاجس بالنسبة لهم هاجس حقيقي خطير أن لا يتعرض الإنسان للأذى الجسدي والأذى النفسي والقانون يحميك أيضا قانون البلد نفسها إذا كانت البلد فوضى أو المجتمع فوضى أو خلاص فيه شعور بعدم الأمان والشعور بعدم الأمان مشكلة نبي حسن يقول لنا من أصبح منكم آمنا في سربيه معافى في بدنيه عنده قوت يومه حيزت له الدنيا بحذافيريها الله أكبر إذن الشعور بالأمن أو الشعور بالأمان هي مطلب عند البشر عند الناس لا بد من تحقيقه لا تشره لا تلوم شخص لا عنده شعور بالأمان أن يكون مطمئنًا هو غير شاعر بالأمان أنت لا تخيفه سبحانه أتقدر حتى أن ألفاظه صرفاته استقباله لكلماتك صحيح طلباتك لسلوخك اجتماعي هذه النقاط كلها هو فاقد شعور الأمن بالأمان عندي أحد العميلات كنت تعامل معها تسألني أسئلة مستفزة بشكل ليس طبيعي فالمعاين كانوا نزعجين منها أكثر مدرب الأمانة طلعها مكتبة طلدها جاءت عندي الله ألهمني أني ليس ذكاء مني هذا تفيقه في العالمين أني بيقاسين طولت بالي و أسدري عليها لقيت فعلاً المشكلة بمعاها فقدان الأمن الأمن تمام هذا الفقدان يقود الإنسان إلى سلوك ما أنا علي أن أتفهم هذا السلوك دعنا أخذ مثالين صغر سريعين هكذا في الأسرة في الأسرة متى يشعر الأب بأن ابنه غير مطمئن متى هو متوجس تجد ابنك متوجس كذب لماذا كذب معظم المراهقين إذا سألتهم لماذا كذبت على أبيك خايف كانت إجابتهم خايف خايف ردة الفعل أم أمن لم تكن ردات الفعل منك أيها الأب مناسبة فكان سلوك الخوف كذبا تحول سلوك إلى شعور في الخوف تتيجة تتيجة صار كذبا إذا رأيت إذا أنت كلما أخفت أولادك كلما أخف الحقيقة عنك طبعا فننتبه من هذه هذا على المجال الأسري في المجال الميهني مثلا موضوع الشعور بالأمان مهم جدا لهذا السبب في حاجة اسمها تأمينات الاجتماعية وفي حاجة اسمها الأمان الوظيفي وفي حاجة اسمها الرضا الوظيفي هذه كلها مشتقة من الشعور بالأمن والأمان أنا أشعر لأن أول حاجة لما تروح أنت تتوظف في وظيفة حكومية عندنا هنا في الكويت لازم تروح أو قطون لك في التأمينات الاجتماعية عشان تؤمن تؤمن مستقبلا ما تمام هذه حالة حالة ثانية أشعور بالأمان داخل المؤسسة نفسها لأن أنت غير مهزوز يعني قالت لي إحدى الموظفات قلت لها لماذا لا تشعر بالأمان الوظيفي سألتها لماذا قالت لي ما عندي مكتب تعينت قاعد حوس قاعد بس وي رحالة رحالة بين المكاتب أمر قاعد معرفي ما عندها مكتب تقول لي عذب وجود مكتب أحد مؤشرة ما عندك شعر بالأمان في لحظة أنا موظفة وكل شيء ومثبتة ودوان الخدمة وكل شيء تمام بس ما عندي مكتب فما في شعوب الأمان خطير شوف توفر المكتب بحد ذاته يشعرها بالأمان وهذا في القطاع الخاص قال لي أحدهم ما عندي لكر ما عنده خزانة ليحفظ فيها أشياء رابع لكر يسمونها إذا الشعوب الأمان له درجات وله مؤشرات عدة لكن علينا أن ندرك أنه يجب أن نلبي هذه الحاجة إذا لم تلبه نشأت سلوكات لا نريدها سبحان الله هنا المراهق لقد كذبة والموظف ما رح يقوم بعمله بشكل جيد ما يشعب الأمان وكل إنسان في هذه اللحظة يكون حكيم لدرجة أنه ما يخطئ قبل أن أنتقل لحق الحاجة وراهب سؤال شيء مشاغب لتسمع لي أحب سؤال فكرة مشاغبة أنا تلميذك إذا كان الله خير الله يرضى عليك أنا شغبي هذا لجانب معين لبي أصلى اليوم نتكلم على مسألة إذا أنا مدير البعض ينظر أن إذا خلت دائما الموظفيني على صفيح ساخن أو أرض حارة تحتهم يغلول دائما عشان دائما يعطون أقوى أنتاجية نعم فشارك بفكرة هذه لست معها خطير لست معها موجودة مدرسة أحد المدارس القيادة ويقول لك خلتها مأمن يسهم بس هذا يعني يشوف إذا أحسن القائد المدير إذا أحسن اختيار الأفراد لهذه سأقول لصفيح الساخن سأوافق معه أما يحط الناس كلهم على هذا الصفيح الساخن وهناك من يتوافقون معه وهناك من لا يتوافقون لا أنت جيبت العيد خطير خاربت الدنيا نسميها سيلكت أول إذا كنت انتقائي في مسألة اختيار الناس التي تحطهم على الصفيح الساخن اتوقع الله أما إذا حاط كل الناس لا ترى في نصهم لا يمشي معهم لا يمشي معهم سبحان الله يتعامل أو ينجح يبدع في حالة الأمان وفي رأس يبدع دائما يتوتر سبحان الله وهذا مديع ميسي الذي لا يدرس إلى آخر يوم بالابتعامل هذا الذي يمشي معهم من نمط هذا هذا أنت نمطه كيمشي نحن المشاغبين دائما يمشون مع هذا نحن قلنا على آخر شي هذا آخر نتيجة نهائية الله أسترح الذي له في الأفلام من المشاهدين في فيلم جميل توم هانكس اسمه كاستوي هذا الفيلم يذكرني في القصة القصة الشهيرة تبع روبنسون كروز السويسرية التي عملت عملوها على كرتون وعملوها على أفلام وكذا أنه يصل إلى جزيرة نائية لا يوجد أحد فأول شيء سيفكر فيه ماهو الأمان لا قبل الأمان هذا الحاجات الشخصية الأفاسية دور الأكل والماء أول شيء الأكل والماء هذا أكثر واحد ياب كل الحاجات ماهو تهرم ماهو هذا توم هانكس أول شيء أين الأكل بعدين ما أقام نفسي من الوحوش بعدين أدور على من يؤنسني في وحدتي وهكذا الحاجات لم يرى ترتيبها هو لم يرى ترتيب الحاجات تقريبا الخمسة أيضا الآن صار عندنا مثالين علي النوعيمي وتوم هانكس خطير لنصلهم صح سنربط الفكرة نربط الفكرة نحن ترى هرم وصل لم يخلصنا لم يخلص ونحن نحن نحن أخر صحة العبارة دقيقتين ثلاثة على الحلقة والله خلص خلها حلقة ثان بنكمل بنكمل محاور لكن نحن نتأكد على بعض الجزئيات في أول حاجتين حاجة الفترة الأساسية نحن لو رخصناها أعتقد بخمس كليات اللي هي النفس والعقل والمال والدين والعرض أنت الآن تتكلم عن القواعد الأساسية في الدين الإسلامي الحنيف الأساسية أعتقد أي تتناسب مع الحاجة الأولى صح؟ طبعا طبعا هي الأصل هي الأساسية وهو يقيني أنها تغطي الحاجات الخمسة بالمناسبة عجيب الحفاظ على الأشياء الخمسة تغطي الحاجات الخمسة بشكل أو بآخر مع ربط معين سأقول تبدأ إذا فقدناها مئة بالمئة أصبحت ضرورة طبعا والضرورات تبيح المغذورات نزين صعدت درجة أصبحت احتياجات في اللغة الشرعية نعم كما قال للشرعيين يشاهدوننا يعرفوننا إذا لم يكن ضرورة ساعدنا مرحلة ثانية أصبحت احتياجات طبعا أحدهم تتكلم عن احتياجات الأمن أو الحاجات نبدأ بالحاجات الأساسية الحاجات الطبيعية البيولوجية بيولوجية ثم الحاجات الأمن والأمان هم تقريبا هذول الأكثر وزنا بالمناسبة الأكثر وزنا حاجات البقاء وحاجات الأمن والأمان هم الأكثر وزنا سبحان الله في هرب مازلو لأن ليش إذا تحققت هاتين الحاجتين هم موجودين في الحديث الشريف موجودين آمنا في سر به عندها وقوة معافية بدنية عندها وقوة يومه هم غطوا الحديث الشريف تماما يعني هو هكذا يعني إذا غطيت هاتين الحاجتين خلص أنت أساسياتك أمنت وهذه هي من الأشياء الممكن يعني الوقوف عندها يعني ربما إذا باقي عندنا مقتلع من الشريف الثانية ثانية إحنا إذا زومنا على هذين الحاجتين وأمناهم عند البشر أنت وصلت إلى مرحلة الاستقرار الأساسي عجيب الاستقرار الأساسي في المجتمع نرفعها في باقي احتياجات فباقي احتياجات الثالثة لا لا ورانا سالفة طويلة فالثالثة طويلة إن شاء الله في حق القادمة نحن بدنا نكمل لكن نصفر الحكم وخرج بولي أكفاء خلاص أخواني المشاهدين المحاور الأم تنتهي في موضوع الاحتياجات الأساسية في حياة الإنسان وتحديدا كنا نتكلم عن هارم ماسلو لكن حكم الوقت ونستكمله إن شاء الله في حق القادمة دائما ابقوا معنا في برنامجكم مجالس من نور والسلام عليكم وينبوض صوت الهدى في دمين